السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومتابعي قناة كورا سبورت اهلا وسهلا بكم في كل مكان فيديو جديد حلقة جديدة نتكلم فيها اكيد عن النادي الاهلا نتكلم فيها عن باقي اهلا دية المصرية لكن في البداية زي ما تعودنا منكم دايما افضل حاجة بنبدأ بها في فيديوهاتنا هي الصلاة على الحبيب فالله ما صلي وسلم وزيد وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا سيد الخلق اجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما تنساش الفيديو ده موجه لكل الاهلاوية فقط عشان كده لو انت اهلا وقلبك جام ويلا بينا نبدأ على بركة الرحمن سيف زاهر سيف زاهر شايف ان مباراة الاهلي وبيرامدز بالمناسبة بين كوسين سيف زاهر قبل ما اتكلم عن اي شيء بالاضافة لصفته الاعلامية هناك اقاويل بيتم ترددها بكسرة ان سيف زاهر مستشار اعلامي لنادي بيرامدز سيف زاهر اتكلم النهاردة عن ان الضغط يا جماعة في مباراة الاهلي وبيرامدز مش هيكون على نادي بيرامدز بل بالعكس الضغط هيكون على لعبي النادي الاهلي ولعبي بيرامدز هما اللي هيكونوا اهدى ولعبي بيرامدز هما اللي هيكونوا اكثر تركيزا في المباراة اما لعبت الاهلي فهي اللي عليها الضغوط وهي اللي هيبقى اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا الجماهيرية. طبعا كلكم قادر مني ان لعبت النادي الاهلي اللي شافت جحيم في ملعب الجوهرة الزرقاء. لعبت النادي الاهلي اللي شافه جحيم في ملعب رادس. لعبت النادي الاهلي اللي ما خافوش من آآ الشحن الجماهيري لاخوتنا واصدقائنا واشققنا فيها الهلال السوداني اللي كان عن طريق بعض آآ رؤوس الفتن في الكورة المصرية وفي الاعلام المنافس ومع ذلك لعبت النادي الاهلي ما بتخافش من الضغوط. لعبت النادي الاهلي عندها استعداد تلعب في ملعب مليون مشجع للمنافس ولا يفرق معاها. اللعيب كل لعيب على اللعيبة اللي بتاعت الطموح بتاعت الفلوس اللي ركابها بتخبط لمجرد ان شاب صغير او طفل صغير على السوشيال ميديا يشير آآ صورة آآ رمضان طموح او اكرام جونيور او اللعيبة اللي بتاعت الفلوس ركابها تخبط وتجري على هاني سعيد او باسيوني باسيوني او محمود عيد الحقونا. جماهير الاهلي هتكلنا. جماهير الاهلي بتشتمنا. جماهير الاهلي مش قادرين نركز في المطشاط. وطلع باسيوني باسيوني. وطلع هاني سعيد. وطلع محمود عيد. والكل يعني كان ناقص يعياته. ويبكوا بدل الدموع دم عشان آآ الهجوم المتواصل من بعض الشباب على السوشيال ميديا والكوميكسوي الترياقة اللي بتحصل على بعض اللعيبة. نادي النادي بيراميدز ولكن نادي لسه ما كملش تلات سنين تأسيس من بداية تأسيسه. وكان اسمه قبل كده القسيوتي. جاء النهاردة لعبة الاهلي هتخاف من لعبة بيراميدز. اعتقد تصريح غير مناسب بين سيف ظاهر تجاه لعبة النادي. طيب. تعالا نروح لردا عبدالعال. ردا عبدالعال اللي النهاردة بيقود نادي طنطة الى المؤخرة. الاهتمام بالمؤخرة يجعلك دائما يا كابتن ردا في المؤخرة. كابتن ردا عبدالعال اللي دائما ما يتشدق بانه اكتر واحد بيفهم في الكرة في مصر. اكتر واحد بيفهم في الفنيات في مصر. ردا عبدالعال اللي دايما آآ ما بفيش مدرب مصري او غير مصري عدى من تحت ايدين ردا عبد العال إلا لما سخر منه والتريع عليه وآخر تصريحاته كان آآ بيتسو موسماني المدير الفني اللي حصل على بطولة دورة عبطال افريقيا مرتين مع ناديين مختلفين آآ الضحية كانت واحدة ولكن حصل على البطولة في الفين وستاشر مع سانداونز حصل على البطولة في الفين آآ وعشرين مع النادي الاهلي ومع ذلك تلاقي ريد عبد العالي التريع عليه ويقولك واقف على الخط كأنه واقف في سقسمك مش واقف بيدرب فرقة زي النادي الاهلي وانا لو مسكت الاهلي او مسكت امبي او مسكت مش عارف آآ سموحة هكسب بطولة الدوري ريد عبد العالي النهاردة بيصرخ في الملعب بيصرخ في الملعب امام نادي زد نادي زد اللي هو افسي مصر كان مباراة النهاردة بين طنطا وآآ نادي زد في الدرجة التانية سمع كده ريد عبد العال وهو عمال بيصرخ او ده مدير فن بيدرب فرقة واللعيبة بتاعته مش عارفة باصي دوره هو ايه يطلع الفضايات بالليل يشتم او يهاجم موسيماني ويهاجم باتشيكو انما دوره هو كمدير فن بدل معه ده اقول يا لاهوي يا لاهوي يا لاهوي كنت قعد علم اللعيبة بتاعتك ازاي تباصي ازاي تبني هجمة صح ازاي تعمل هجمة ازاي تلعب الهجمة من اليمين او من الشمال او تطلع بالهجمة صح زي ما المديرين الفنيين اللي بيعملوا كده ولكن انت شغلتك تروح يوم الماتش بتاع طنطا وبعد كده تطلع على الفضايات تقطع وتواصل او تواصل مسلسل تقطيع المديرين الفنيين تعال نروح لواحد زمالكاوي محترم جدا 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 وهو كريم حسن شحاتة كريم حسن شحاتة لو سألت اي واحد زمالكاوي عليه هيهاجمه هيانتقده ومش هيعجبه ليه يا جماعة لان كريم حسن شحاتة لا يجيد فن التطبيل اه عزيز المشاهد الاهلاوي المحترم التطبيل فن مش عن عن بص على فصدق بص على اه اولفة نصار بص على طريق تفويته بص على الناس المطبلطية هتلاقيهم عايشين زي الفل في الوسط الاعلامي الهجسين اللبسجات هتلاهم عايشين زي الفل انما واحد زي كريم حسن شحاتة هتلاقيه بيتضرب او مش بيتضرب بمعنى الدارب لا هتلاقي فيه اسفين بتتعامل فيه الراجل ما بيشتغلش في قنات كبيرة ليه لانه لا يجيد التطبيل الراجل فيه دايما الاهلي بيلعب كويس بطلع اقولك الاهلي لعب كويس الاهلي كان وحش النهاردة بيتلاقولك الاهلي كان وحش النهاردة الزمالك كسب بالحكام الزمالك كسب الحكام وده لما بيرضيش الجامهير جنادي الزمالك النهاردة كريم حسن شحاتة ابن المحترم والاسطولة والرمز حسن شحاتة المعلم قالك طول عمر الاهلي بيكسب الدوري من غير حكام ياريت كل واحد يخليف نديه ويرتقي بيه لكن نقطة الموسم ان لما تسأل اي حد الاهلي بيكسب ايه بيقولك بيكسب الحكام او بيكسب بيه انه نادي الدورة ده كلام كريم حسن شحاتة المزيع المحترم والاعلامي المحترم تعالى نروح لواحد تاني وهو كان في يوم الايام بيلعب في النادي الاهلي ثم انتقل الى نادي الزمالك وهو كابتن جيمي جيمي حركات جيمي حركات اللي طلع قبل كده في موسم من المواسم قالك لو الاهلي كسب الدوري قول علي ما بفهمش حاجة في الكورة وفعلا فاز الاهلي ببطولة الدوري وطلع جيمي حركات ما بيفهمش لا في الكورة ولا في غير الكورة ما بيفهمش في اي حاجة ولكن زي ما قلتلك قبل كده عفوا في بعض الناس اكل عيشهم انه هما يطلعوا يهاجموا الاهلي هو ده اكل عيشهم لو ما طلعش يهاجم الاهلي سواء كان جيمي حركات او شوق بتاع الجموسة واخد بالك لو ما طلعش اقالك الاهلي هيخسر وان شاء الله الاهلي هيخسر واتبح خروف لو الاهلي خسر تمام يجي الاهلي يكسب او ما يكسبش هو هو كل في دماغه انه يركب ترند لما يركب ترند القناة الفلانية هتجيبه وياخد له خمسين ستين الف جنيه في الحلقة اللي هيطلع يسجلها مع القناة هيروح يجيب خروف بتلات اربعة تلاف جنيه مش مشكلة هيوفر له خمسين الف جنيه هما دول الناس اللي بيعرفوا يركبوا الترند هتلاقي بقى الهجاس الهجاس رضا على جيمي حركات على شوق بتاع الجموسة على كم واحد كده من كاريه النادي الاهلي هم بيتجاوه في القناة بس عشان يركبوا ترندات بس عشان يطلع بجملة مساء يقولك انا بكره الاهلي تبدأ السوشيال ميديا الاهلوية تشير يتعمل له حس تبدأ بقى القنوات تعايا شوق يا بتاع الجموسة تعال اطلع هنطلعك النهاردة وانديك عشرين تلاتين الف جنيه طيب نطلع تعال يا جميع حركات اطلع قولك تصريح كده اقلب الدنيا به عشان تبدأ المشاهدات تزيد ونبدأ نعمل ترافيك على السوشيال ميديا اجي مجيش ليه هم ناس بيعين نفسهم بنفسهم فربنا يسهل له طيب تعال نروح للعب محترم جدا 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 وهو المهدي سليمان اللي بقولك على مسئولية الشخصية ان المهدي سليمان سيكون لعبا في الاهل في نهاية هذا الموسم ما لم يجد دي جديد مهدي سليمان بعد البوست بتاع الفيل وتولي الحمير للإدارة هقولك البوست بتاع الفيل ده بوست من او تويتا على صفحة المهدي سليمان عشان بس الناس متقولش لجيبها مني قالك المهدي سليمان هرب الفيل من الغابة فسألوه لماذا هربت ليه هربت يا مهدي قالك فقال لان الاسد قرر ان يقتل كل الزرافات في الغابة فقالوا له لكنك فيل ولست زرافة فرد عليهم اعلم اعلم ذلك ولكن الاسد كلف الحمار بمتابعة الموضوع حين تتولى الحمير الإدارة اهربوا رانوي فروا اهربوا يا جماعة يا ترى المهدي سليمان يقصد من بالفيل يقصد من بالاسد يقصد من بالحمير التي تتولى الهداء الإدارة رجع تاني مهدي سليمان ونزل تويتا تانية لمحمد مجدي افشا احتفالا بافشا في فوز الاهلي على المخاولون العرب وده اللي بيأكد المعلومة بتاعتنا بانتقاله للنادي الاهلي او انضمامه للنادي الاهلي قالك ايه افشا طب اعملك حرف عين عندي بتاعت مين عين عبعال عين عبعال اللي مخلي اكرام جونيور يلعب مكان مهدي سليمان طيب تعال نروح لنقطة تانية مهمة جدا جدا بخصوص نادي الطموح احد المسئولين في نادي الطموح قالك ايه محمود عيد قالك ايه محمود عيد محمود عيد قالك الكرة المصرية من الاخر ليس فيها عدل تمام جميل شفتوا النهاردة ماتش اسموحة او بيراميدز الكرة شريف اكرامي خدها في حضنه كده وراح داخل بها الشبكة رقاها واسترقاها ومن عين شر اه ومن شر العين الحزدة ورحمة الله هتاني برا الجون الفر ادخل لأ حد ادخل لأ طيب هقولك على مش انفراد ولكنها معلومة عرفتها من شوية طبعا مهندس محمد فرج عامر قالي بالدنيا على السوشيال ميديا للحصول على السلاس نقاط بتاعت المباراة وده مش هيحصل وده مش هيحصل ولكن المعلومة اللي عرفتها عن طريق تويتر ان احد الاشخاص بيقول انه مع تسجيل يثبت يثبت ان لجنة الحكام في دولة غير مصر بعيد عن مصر لجنة الحكام يقودها شخص اسمه جيها جيها احمد فجيها احمد رئيس لجنة الحكام في دولة اخرى في مكالمة ان بيتم التفاوض حوالين الماتش لاحد الاندية الاستثمارية في الدولة اللي غير مصر ان الماتش اللي هنكسبه بالحكام وبتدخل الحكام قمته الفيزيتة بتاعته مليون جنيه وانا لا اعلم مدى صحة كلام الراجل ولكن العينة بينة اديك شايف في الدوري بتاع الدولة دي كل يوم والتاني في ضيحة احكمية شكل كل يوم والتاني في ضيحة احكمية شكل فاتمنى ان الشخص ده نبعدت له رسالة على موك لو عندك حاجة حابب نزعهالك نزعهالك عندك النيابة العامة ممكن تتوجه لاي حتة تشوف لك التسجيلات بتاعتك هل هي صحيحة ولا مش صحيحة او اللي فيها الله عالم طيب قال ايه الاخ بقى محمود عيد قالك لكن الاداري الناجح اللي بيعرف يعمل توازنات ده تعليق على تخفيض عقوبة قش الناوي عشان عبدالله ورمضان هيكونوا تقال على عالي لطفي بس ان شاء الله هيتغلبوا بعده طيب برضو بمناسبة الاداري الناجح عزيز المشاهد الاهلاوي المحترم في نادي استثماري في احدى الدرجات المستثمر المالك للنادي ده هو اداري ناجح ليه؟ لانه بيدي فلوس بالكوم للاشخاص اللي بتدير النادي ده وما يعرفش عن الفلوس حاجة جبنا بطاطس بربعمائة مليون ايه يعني؟ اصرف والله الفلوس كتيرة اصرف اصرف جبنا الخرم بخمسين مليون اصرف اصرف مش يقول فين مثلا طب جيبي العقود طب وريني طب اخرامي خد كام ولا بطاطس خد كام؟ طب الزبون التاني خد كام؟ لا والله مندوه انت مندوه يا مندوه اصرف اصرف الفلوس كتيرة اصرف اصرف هذا هو الاداري الناجح هذا هو الاداري الناجح الاداري الناجح يا استاذ محمود يعيد اللي يصرف نص مليار جنيه عشان يعمل فرقة او يجيب صفقات وفي النهاية ما ياخدش بطولات ولا نشوف طموح ولا غير طموح ولا تشوف انجازات ولا غير انجازات هو ده الاداري الناجح سيبك انت من عقوبة الشناوي والكلام لها بل ده ده كلام في الفادي انما الماليين اللي بتتصرف بجد والفلوس اللي بتتصرف على الارض واللي بتطلع من الغسالة وتخش الغسالة تاني هي دي الادارة النجحة هي دي الادارة النجحة واخد بالك بس لو عايزين تتعلموا ادارة نجحة روحوا للنادي الاستثماري اللي في احدى الدرجات دوت سواء كان بقى التالتة الرابعة الخمسة زي ما انتم عارفين روحوا اسألوا الاداري اللي مسك النادي ومالك النادي ازاي تبقى الادارة النجحة وتصرف فلوس على الارض طيب تعال نروح لطارق تفويتة طارق تفويتة يعني هو والله العزيم تفويتة دي مش من عندي تفويتة دي الناس الجميل اطلقتها عليه بسبب كسرة المباريات اللي فوتها للنادي بتاعه وكان من ضمن المباريات الحادثة الواقعة اتهت عسام الحضري كلكم فاكرينها لما عسام الحضري رفض التفويت للنادي بتاع طارق تفويتة ويسيب المطش طلعوا من القايم قالوا يلا حضري بره المطش خالص حضري حرام اقفل يا حضري حرام 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 فالنهاردة تاري التفويتة بيتريق على اعماد النحاس وبيقول مهزلة في كرة القدم بتعمد النحاس تفويت المباريات الاهلي كيف سيفوز الزمالك بالدوري في ظل فضايح الحكام وتعمد تفويت المباريات يبدو ان هو تفويتة مش عارفه بيتكلم على ايه بالزبط ولكن هو عنده سكريبت لازم بيطلع يقراه زي ما احنا ما قرينا كده تفويتة كان بيقول ايه شكرا لكم سلام عليكم اشتركوا في القناة